اشتركوا في القناة الاستاذ مينا نجيب الاونر لمينا ستورس استاذ مينا في البداية عايز اعرف من حضرتك ازاي قدرت تنشئ مينا ستورس وتوصل للصرح العظيم ده اولا اهلا بحضرتك يعني انا بدأت الموضوع ده من حوالي 11 سنة تقريبا تمام كت الفكرة بالنسبة لي ان انا كنت حابب اشتغل في حاجة تكون تخص التجميل لان انا بطبيعي بحب شغل التجميل والميكاب والحاجات دي كلها تمام بدأتها بدأت واحدة واحدة كده لغاية ما ربنا كرم يعني تقريبا حتى حوالي 24 سنين كنت تقريبا شبه بتعلم اخدت منتجات واحدة واحدة بقيتش ان انا يعني او اكبر الموضوع اكتر يعني شوية بشوية ان انا افهم الدنيا كلها ايه الفكرة جات لي انه التجميل نفسه يعني بدايته او بدايته معايا كانت زي ما قلتلك كده ان انا كنت حابب الموضوع كنت حابب ابدأ فيه واكبره واحدة واحدة طيب استاذ مينا خليني اقولك عالم مستحضرات التجميل هو عالم كبير جدا في كتير من الساهدات بتبقى حبة انها تبتدي النشاط ده وكتير من الشباب بيبقوا حابين هما يعملوا مشروع لمستحضرات التجميل او تجارة مستحضرات التجميل خليني بقى استغل تجرفتك ونواجه رشدة او ورقة ازاي نقدر ننجح باصر الطرق في النوع ده من التجارة اهم حاجة في استعادة التجميل انت تكون حاببها دي اهم شيء تمام لانه انت عشان لو مش حابب المجال نفسه او حابب استعادة التجميل نفسها مش هتبدأ تدور فيها مش هتبدأ تعمل سرشة على كل منتج ايه مميزاته وايه عيوبه ايه الاصلي وايه الكوب من المنتج نفسه فدي اهم شيء يعني انه في نفس الوقت لازم يتعب فيه جدا 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 لان انا زي ما قلتك انا بدأت الموضوع من بدري تعبتي فيه قوي عبال ما وصلت المرحلة انا وصلت فيها دلوقتي ولسه بنتعب فيها لانه كل يوم فيه جديد تمام كل يوم بنتعلم حالة جديدة كل يوم بنتقدر نفرق بين الوريجنال وبين الكوبية كل يوم بنتقدر نضيف للعميل نفسه ايه اللي يقدر يفيده و ايه اللي مقدرش يفيده عشان كان دي اكتر حاجة بتواجه اي حد في انه يبدأ مشروع مساعدة التجميل طب خليني بقى انقل لك صوت العميل بما ان حضرتك قلت ايه اللي يقدر يفيده و مايفيدهش قبل التصوير احنا اتكلمنا مع استاذ مينا وذكر نقطة مهمة جدا حولها لكل المشاهدين عشان يقدروا يستغلوها بعد كده في اي وقت نازلين يجيبوا فيه مستحضرات التجميل حضرتك قلتلي ان فيه كتير وطبعا دي كانتشكوى لكتير من السيدات والبنات الزغيرة بالاخص اللي هما لسه جداد في عالم مستحضرات التجميل ان بيشتري منتج منتج معروف جدا وللأسف بديطلع مخشوش او بيطلع المنتج ملهوش فعالية عايز اعرف منك ازاي اقدر كسيدة ان انا افرق ما بين المنتج الاصلي والمنتج المخشوش او المنتج الهاي كوبي اول حاجة بتفرق من مكان اللي انت تشتري منه المنتج دي اول حاجة دي تقدر تعتمد عليها بنسبة 60-70% لان النهاردة التاجر او المستورد بقايد حاول يجيب الكوبي بتاعه بنفس الكواليتي او نفس الشكل اللي برا او نفس شكل اللي عبوا نفس الكواليتي استحالة لكن نفس الشكل اللي عبوا من برا بالزبط هي الأوريجنال فعشان كده دي اهم حاجة انك تعتمد عليها بمكان تشتري منه سانين بتفرق بقا او اللي عميلة بتستعمل منتج كتير ده هتبدأ تمايز من اول استخدام لها بالنسبة للكوبي والأوريجنال ده طبيعي سانين لازم يعمليك سبار ديت ده ده اهم شيء في مستحضرات التجميل بمعنى التاريخ انتاج وتاريخ صلاحية ختم وزارة الصحة اي حاجة بتنزل من شركة معينة او مستورد ليه ورق وليه تسجيل في وزارة الصحة لازم اكتب عليه رقم الصحة بتاعه يعني انا اي منتج اشتريه لازم ادورها لتسجيل وزارة الصحة لا لا طبعا في ارقام معينة مقدرش ياخدها وانا بيقدر يحسب قانونيا لكن انا بنزل المنتج من غير اي هوية عليه او اي دليل ضده مقدرش حد يحزبه لكن لما عليها تاريخ صلاحية او ختم وزارة الصحة او كم ده كله نقدر ان احنا نشوف نقدر نحسبه بمعنى صح لكن دي اهم حاجات اللي قدر تثبت بها من الوريجنال والكل طب استاذ مينيا خليني برضا اتكلم معاك المنتج المصري في كتير من الصناعات قدر ان هو يحقق نقدر نقوم مكانة كويسة وابتدأ ان هو يتصدر برا في عالم مستحضرات التجميل للأسف المنتج المصري لسه محتاج شوية مقومات خليني اعرف منك نسبة نمو المنتج المصري في عالم مستحضرات التجميل وصل لغاية فين وازاي نقدر ان احنا ننافس المنتج الأجنبي محتاجين ايه هو اول مشكلة بنقابلها في حادة المنتج المصري ومنتج المستورد لانه العميل المصري او المشترى المصري ميبقاش فيه ثقة قوي في المنتج المصري ده حقيق فدي اول حاجة بيبدأ يدور عليك ده مستورد ولا مصري يبدأ دبنى مستورد طوله مصري بيبعد عنه خالص الكواليتي بتاع المستورد مرحلة التصديق اه بتتصدر بس احنا محتاجين شوية زي ما بتقولك ان انت بقى عندك ثقة في المنتج المصري نفسه بجانب شوية امكانيات اللي بتبقى موجودة تطوير المنتج محتاجين ان احنا نشتغل عليه ولا نقدر نقول ان المنتج خاماته بتكون كواليتي بتاعتها زيها زي المواصفات الكياسية برا لا ما هو انا ممكن استورد ممكن الماتيريا لنفسها وابدأ اصنع عين فيه ناس كتير اللي بتعمل كده بتستورد المادة الخام بتستورد المادة الخام نفسها فيه شركات في مصر كبيرة جدا في المستحادات التجميل او في الميكاب عموما انها بتستورد المادة الخام من بره وتبدأ تصمع عينها في مصر وده اللي الدولة اصلا متوجهة اليه انه هيبدأ كل حاجة تصمع عينها في مصر عندنا امكانيات البشرية وامكانيات المادية وممكن المعدات اللي تقدر تصمعها بس هي المشكلة تكون لها في المادة الخام نفسها طيب استاذ ميناء أنا لما جيت أدرس أنا وفريق الإعداد مينا ستورز لقيت إن حضرتك بتتعامل مع برندات مالتي ناشنال بشكل كبير جداً والموضوع مش مقتصر في مستحضرات التجميل بس لأوا في العناية الشخصية بالنسبة للمرأة سواء كانت المنتجات المخصصة للبشرة أو غيرها للعناية الشخصية عايز أعرف إن حضرتك أهم المنتجات اللي موجود في مينا ستورز إيه؟ لأ بصوا أنا عندي منتجات كتير قوي تشمل زي ما قالت حدات الانترناشنال والحاجات المحلية الانترناشنال في الميكا ما عندي برندات كتير قوي زي اللوريال زي ميبلين برجوة إيسنس كل المنتجات دي بنقدر نوفرها في المكان عندنا بجانب منتجات مصر برضو موجودة بس الانترناشنال بالأخص في الميكا بحاول أعتمد عليه بشكل كبير لأنه بيبقى زي ما بيبقى خفيف على البشرة بيبقى عملش مشاكل في البشرة بيبقى ضرر ومفيش أي مضعفات خالص حتى لو حصل فيه مثلا أعميل اشتكى من منتج بيبقى عميل مثلا في بوسط مثلا لو أنا هبيع مثلا نسبة وتناسبة كلمة مثلا في 90% وتسعة وتسعين في المية من منتج بيبقى كويس واحد في المية اشتكى بيبقى ممكن نبدأ نغير له المنتج مش يبقى عيف في المنتج نفسه فعشان كده الميكا بلحد ما بنحاول ناعتمد على الحاجات اللي هي الأوريجنال الحاجات اللي هي البرندات العالمية مش بناعتمد على المصري طيب خليني أسألك برضو يعني منتج زي ده أنا عرفت أنه هو من أهم المنتجات الموجودة عند حضرتك في مينا ستورز وبالأخص كتير من السيدات بيكون طلبة لمنتج ده عايزك تشرح لي كريف كده عن المنتج وليه هو يعتبر من أفضل للمنتجات الموجودة عندك بس المنتجات المنتج ده نفسه إلى حد ما حلو جدا 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 للبشرة كترتيب كريحة بيدي ترتيب حلو جدا للبشرة بزيك مثلا لو في شتاء أو الكلام ده كله البشرة جافة للوش للجسم بيدي ترتيب حلو جدا فده من أهم الحاجات اللي سعرناها وبذات النوع أوريجنال مش كوبي فيه منه حاجات كوبيات نزلت كتير ما بديش نفس الفعالية ما بديش نفس الخامة اللي انت عايزها تمام حتى لو فيه فرق في السعر بين الكوبي والأوريجنال لأ بس بيديني افكت أفضل كتير أوي من الكوبيات هو أسوأ حاجة في مستحضرات التجميل وكتير من السيدات بشتكي منها المدة إن أنا ممكن بستخدم مستحضر تجميلي بحتاجنا هو يقعد معي أطول وقت ممكن ناحية تجميلية عايز أعرف هل منتجات الأوريجنال دي نقدر نقول إنها بتقعد معنا أفضل وقت ممكن ولا لأ كل حاجة ليه أكسباير أهم حاجة إن أنت تقدر تشتريه من مكان يبقى عنده سرعة دوران المنتج كتير مش بيجيب المنتج عنده بعد فترة ما عندهش استوكاته بيخزين لأ دول المنتج عنده أبديت بيجي من مثلا من الشركة بتاعته والاسترات بتاعه وبيطلع على طول للمنتج للعميد ما بقاشي الاكسبار بتاعه راح منه كتير فأنت بتقدر تستخدمي قطوة فترة ممكن إن أنك أي اكسبار 36 شهر في حاجة 24 ده أقصى حاجة أقصى حاجة فتقدر تستخدميها 36 شهر لأنه لو جاعد عندي في الاستور مثلا شهر أو 2 حتى ده أقصى حاجة فبالتالي حيبقى عندك باقي المساحة تقدر تستخدميها طيب عايز هاك تشرح لي باقي المنتجات لأن أنا عرفت إن فيه كتير من المنتجات عندك بتبقى فيها نقص في السوق وكتير من السيدات بتدور عليها خليني أعرف منك إيه اللي بيميز المنتجات تي أغلب الشغل المستورد أغلبه طول يعني لو نتكلم مثلا مش طول السنة موجود بسبب الاستراد بسبب إن فيه مشاكل دايما في الدولار عوامل بيئة محيطة المحيطة بينا فمثلا زي المنتجات اللي معروضة قدام حضرتك دي دي حاجات عناية بالشعر واللي قبله كان عناية بالبشرة في حاجات تفتيح في حاجات الهالات السودا ده سيرم مرتب للشعر ده كريمبل كولاجين مفيد جدا للبشرة كلها تحت العين بالأخص وللبشرة للهالات السودا للتفتيح وبيدي نظرة حلوة جدا للبشرة خليني بقى أتكلم معك في نقطة حضرتك أسرتها وفي كتير من السيدات بتبعت على صفحة السوشيال ميديا لما أعلننا عن الظهور لحضرتك موضوع ده بالذات منتجات العناية بالشعر كتير من السيدات بتواجه صعوبة في العناية بشعرها بتشتري منتجات كتير بتكون على غير ضراية بيها وفي الآخر ما بتوصلش للنتيجة المرجوة عايز أعرف منك إزاي تقدر السيدة تشتري منتج لشعرها وتوصل بيه لنتيجة كويسة بس أولي حاجة حالي حاجة أهم حاجة تعرف طبيعة شعرها إيه وإيه المشكلة في شعرها يعني مين كنت شعرها هايش مين كنت شعرها بيقع التقصف اللي موجود في الشعر كل ده لازم أعرف أنا عايز أعالج إيه مش مثلا ممكن حد يجي لي يقولي أنا عايز عايز أعالج يبقى ناعم وفي نفسها تبقى مفروض وفي نفس الوقت ما بقاش فيها يا شان لأ أنا بشوف المشكلة الأكبر وابدأ أشتغل عليه تمام بجانب أنا بأخد المنتج أنا وأنا بشرح لك المنتج المثالي لكي مش من أول استخدامه وتاني استخدامته ده تقولي المنتج ده وحش تبدأ تركنيه تلسى أقول لحضرتك وتشوفي منتج غيره بالضبط أهم شيء لازم تخلصي أول عبوة في أي شيء أنك تقدر تحكمي عليها سواء كويسة أو وحش أنا مثلا اخترت سيرم معين من الحاجات اللي موجود ذات شيء مثلا أو كلام ده كله من حاجات الأوريجنال من حاجات المنتزة جدا في السوق بعد قد دي أقدر أحكم عليها بقدر أحكم عليها من أول عبوة أول استخدام لأول عبوة لازم يكون في فرق ملحوظ لازم مش مثلا أنا استخدمته مرة واثنين لأن أنا طبيعة الشعر لما بيطلع من منتج لمنتج لازم بياخد على أقل مرتين ثلاثة عبوة ما يبدأ يتأقلم على المنتج الجديد سواء السيرم أو الكريم أو أي حاجة من الحاجات دي فمقدر أحكم عليها من أول استخدام دي ده درد عبوة بجانب كل ده يفرق كتير قوي نفسين فيه ناس كتير قوي شعراء بيقع والكلام ده كلهم ممكن يكون نفسية ممكن نقصة فيتامينات نبدأ نشتعل حاجات دي نشتغل على كل العوائل عشان نوصل لتجا كويسة طيب سازمينة أنا عايزك تشرح لكل منتج من يتعارض دلوقتي على الشاشة وإيه الفوائد بتاعته وإمتى نستخدمه المنتج زي المعروض على الشاشة دلوقتي زي الكولاجين ده مهم جدا للبشرة بيدي نظرة حلوة جدا بيدي تفتح للبشرة كويس جدا بيحافظ دايما أن تكون بشرتك نظرة ما فيش مثلا تجعيد ما فيش هلات سودة تحت العين الكلام ده كله دي مثلا زي المنتج الموجود دلوقتي ده بنستخدم من الشمس وإحنا في الصيف كمان فدي حاجة كويسة قدر نستخدمها سواء في البحر أو في الاستخدام اليومي ده برضو حاجة ده طعم للبشرة وللجسم ويستخدم برضو حلو جدا بيحافظ بشرة دهنية والمختلطة تبقى مفيد جدا أو للبشرة ده كريم للشعر حلو جدا اللي برضو تكون الحاجة اللي كنا بنتكلم فيها لذلك التساقط والهيشانة للشعر والتأصف والكلام ده كله بيعالك حلو جدا برضو برضو في حاجة دون قطع كلامك مهمة جدا الفرايطة أو التنوع الموجود الكبير ده في المنتجات يعني أنا مثلا لو جينا نقول سيرم للشعر على سبيل المثال والخاص هتلاقي أن احنا عندنا مش أقل من 40 أو 50 نوع سيرم للشعر إزاي أقدر أنا أشاور على نوع معين وأقول لا ده الأفضل دي أنا برضو بلغاية اللحظة دي ما أظنش أن فيه سيدة عندها المعيار أنها تقدر تقول المنتج ده بعينه هو اللي أنا هستخدمه طول حياتي وانت كعميل هتبقى صعب جدا بالضبط وطبيعة الشعر كمان ما أقدرش أستخدم عليها حاجة طول حياتي حتى لو أنا مثلا استخدمت منتج الماء يعني لازم أن أنا أعمل تنوع ده لازم حتى لو هطلع على المنتج معين وما يبقاش معي كويس وارجع على المنتج بتاعي تاني طبعا يعني استخدمت سيرم مثلا 3-4 شهور وكويس معي جدا ما أقدرش أكمل عليه سنة وسنتين ليه؟ الشعر بيبقى أتعود عليه بيأخدش الفوائد اللي بيأخدها منه الطبيعية لا خليني برده أفهم منك النقطة دي يعني الشعر بيتعود على المنتجات على المنتج معين طبعا لازم أن إحنا يبقى فيه تروع طبيعي أنه أي حاجة في الجسم حتى لو هنأخد أدوية أو أي حاجة ما أقدرش أستمر عليها فترة زمانية يعني خليني برده أسألك منتج زي ده يعني النتيجة زي دي إزاي نقدر نوصل لها بالمنتجات ده منتج علاج للشعر عن طريق حاجة اسمها البروتين تمام حاجة اسمها كافيار كوليجين لا بيعالج الموجة اللي في الشعر والهياشان والكلام ده كله بيقدر يوصل للنعمية دي؟ من جلسة واحدة بنقدر نوصل للنعمية دي لبعد فترة جلسة واحدة جلسة واحدة بيستمر من ست شهور لسنة من ست شهور لسنة على نفس الشعر ده كده طب مالهوش أي سايد الفيكت؟ خالص خالص وأمن جدا للأطفال والحبابهم كمان يعني المنتج ده بالأخص أنا جربته مع ناس كتير الحمد لله أنا قبل ما بشتغل في أي منتج حتى لو مش من استراضي أو مش من شغي أنا بتعمل تجربة لك بعمل تجربة ببعت لناس متخصين يبدأوا يقولوا يحكموا على المنتج ده كويسة أو وحش طب خاليني قدر أشتغل عليه بالطريقة دي؟ خاليني سألك سؤال لكل السيدات اللي بتفرجوا علينا دلوقتي إزاي قدر أوصل للمنتج بتاعك؟ أنا برضو عرفت إن حضرتك بتعمل شبكة شحن كويسة جدا تمام وبتوصل للمنتج في أقل من 24 ساعة تمام أحيانا كتير بنسمح للعمل كتير قوي إنها تقدر تغير منتج المال أو تلع فيه مشكلة تمام بالنخص لو عيب صناعة أو عيب إنتاج أو عيب تخزين من عندنا من المحلة أو عيان كان مشكلة في اللستور بتاعي تمام بالنسبة للشحن لأ بنقدر نوصل الحمد لله إحنا بنشحن جنوب سينة بنشحن إجتمال سينة بعتنا بنبعت محافظات كتير قوي بعيدة في أقصاها 36 ساعة يعني فيها حاجات معينة لقريبة 24 ساعة و 36 ساعة تمام ده بالنسبة للشحن موجود معنا بتوصل المنتج بتاعي زي عم تريد الستور بتاعي ممكن رقم الواتساب في صفحة الفيسبوك من المستحضرات التجميل تقدر نتواصل بيها في حد متخصص قاعد دايما ما سيكال إنه حد يسأل على حاجة أي تفاصيل معينة يعني لو أنا مثلا مش عارف نوع المنتج اللي أنا عايزه ممكن السيدة تشرح لك الحالة اللي هي عندها أو مشكلة اللي موجودة في الشعب وانتا تقدر تشرح لها المنتج بتوصف لنا اللي هي عايزها بالزبط إحنا بنصولها كذا منتج ونشوف الأقرب لها إيه مثلا طبيعة شعرها سواء عايز حاجة للبشرة عايز حاجة للجسم عايزها ميكب هي أكتر حاجة بنواجه فيها صعوبة الميكب شوية لأنه طبعا ده بيرتبط منها في بشرة لون سواء مثلا بشرة فتحة أو بشرة غمقى خمرية ده اللي بتعبنا شوية في حتة الانلاين لكن بالنسبة للمنتجات سهلة جدا إن احنا نوصل عن طريق الصفحة أو انتراعي الواتساب بالرقم بتاع الستور بتاعنا أستاذ مينا أنا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك أعزائي المشاهدين ولكل السيدة مصرية أنا دايما بكون حريص إن يكون كل ديف معنا بيقدم عروض حصرية لكم عشان كده مينا ستورز بيتقدم عرض 10% خاص على كل المنتجات فاصل ونواصل في عالم مستحضرات التجميل بس في شكة آخر وهو تجارة فوارغ مستحضرات التجميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة